مع اجتداد المعارك في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية يزداد الوضع الإنساني تأزماً وتزداد أعداد النازحين القادمين من تلك المناطق نحو المحافظات المحررة مجبرين اختاروا النزوح رغم معاناة عصفت بهم جراء الواقع الجديد الذي فرضته ميليشيا الحوثي وبقي أثره في ملامحهم التي لا تزال تحتفظ بالكثير من التفاصيل الموجعة نحن من أبناء الحديدة من درية الخوخة نزحنا إلى منطقة شقراء سؤال الحرب وسؤال معيش هناك أنقطع الشغل علينا في البحر وفي البر ما فيش لنا أي طافة نروح ألا طيرا من فوق ألا الحوثة من تحت في مخيمات نزوحهم بمحافظة أبيان تتجرع مئات الأسر المرارة في انتظار ما تقدمه لهم المنظمات الإغاثية من مساعدات إنسانية ربما تسهم في منحهم ابتسامة مؤقتة لكنها بالطبع لن تستطيع أن تمحي حجم الغصة العالقة في حلوقهم النازحين من منطقة الخوخة ومنطقة صراع في منطقة الخوخة ومحافظة الحديدة والبالغ عددهم 300 أسرى نازحة متواجدين في مدينة شغرة وهذا قزع من الواقب الذي يملي علينا كواقب إنساني تجاه أخوتنا النازحين الذين شهدوا مناطقهم مناطق صراع لم تكن الحرب التي فرضتها الميليشيات الإنقلابية وحدها ما تواجه هؤلاء قبل نزوحهم بل كانت الغارات الخاطئة أيضا لطيران التحالف سببا إضافيا لكدر العيش في مناطقهم المحفوفة بالمخاطر لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان موسيقى